من يكتفي بمتابعة الأخبار المنتشرة في الأعلام حيال سياسة فرنسا إزاء ليبيا لن يفهم طبيعة الدور الذي تلعبه في ليبيا نتيجة التحولات والتنقودات التي يتسم بها طيلة سنوات فماكرون يبدو داعما لجهود الأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية لكن ساكن الإليزي في الوقت نفسه يعد أبرز الداعمين لحفتر رغم محاولاته إخفاء ذلك في كل مناسبة في الأوينة الأخيرة وعقب الهزائم الاستراتيجية التي مني بها حفتر تراجع الدور الفرنسي وتأثيره في المشهد الليبي بشكل كبير خاصة مبادرات السلام التي قادتها المغرب والأمم المتحدة بجنيف بعيدا عن حفتر وفرنسا ما دع باريس إلى محاولة العودة لتفاصيل المشهد الليبي عبر المبادرات السياسية وبالتالي إعادة حفتر له كطرف فاعل بعد أن ألقت به الهزائم بعيدا عن الساحة كان أولها دعوة ماكرون لجلسة مشتركة بين السراج وعقل صالح وحفتر في باريس لكن مبادرة ماكرون هذه لم تلقى أي اهتمام وماتت في مهدها ليعود الأخير من جديد لطرح مبادرة أخرى جديدة تضم هذه المرة دول جوار ليبيا بالتوازي مع المبادرة التي تشرف عليها الأمم المتحدة وطحب بإجماع دولي فيما يشبه عرقلة للجهود الأممية التي بدأت تثمر ولو قليلا في جونيف وبوزنيجا لتعود فرنسا إلى مربعها الأول الذي يظهرها دائما كأنها ضد التصعيد لكنها تدعمه بطريقة ما ويبقى الشيء الواضح الوحيد هو أن باريس مهتمة جدا بليبيا ولن تقبل بأن لا يكون لها مستقبل في البلد الغنية بالنفط